فسرت اللجنة القانونية النيابية مسارات حل البرلمان والتأسيس لإجراء انتخابات مبكرة من الناحية القانونية والدستورية وقال رئيس اللجنة محمد عنوز إن طلب انتخابات مبكرة هو موقف سياسي يستند على أمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ودستوريا يمكن حل المجلس إذا كان المجلس مستعدا وأشار إلى أن هناك مسارين لحل المجلس وإجراء انتخابات جديدة الأول هو عن طريق تقديم مقترح من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية والثاني يتم عن طريق طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب والتصويت بالأغلبية المطلقة وهي النصف زائد واحد